لماذا وكيف تنتمي النساء لتنظمات الإرهابية؟ وكيف تطورت أوضاع المرأة داخل هذه التنظمات؟ فمنذ أن تبنت التنظمات الإرهابية لفكرة استخدام المرأة تطورت الفكرة حتى أصبحت هناك عدد من التنظمات الإرهابية التي تعتمد على النساء بشكل حصري وأبرز هذه التنظمات بنات الأمة الكشميرية ظهر تنظيم بنات الأمة الكشميرية على السطح بعد أن ألقت نشيطاته مادة حارقة على إمرأتين في سرينا جار في 7 أغسطس 2000 على أساس أنهن غير مرتديات ملابس شرعية وكان تنظيم عسكر جبار الواجهة الذكورية لبنات الأمة قد أعلن لأول مرة أنه سيبدأ في استخدام العنف ضد مسلمي كشمير الذين لم يرتدوا ملابسهم حسب قواعد اللباس الشرعي وفي مقابلة نشرت في 9 سبتمبر قالت أند رابي أن الحملة الحالية هي البداية لحركة إصلاح اجتماعي شاملة قائمة على الفكر الإسلامي الصحيح وطلبت أيضا من النساء في كشمير لابتعاد عن الوظائف الحكومية أما عن تنظيم القاعدة فلم يهتم مؤسس التنظيم أسامة بن لادن وخليفة أيمن الزوهري بدور المرأة واقتصرت رؤيتهما على منع المرأة من المشاركة في العمليات القطالية وانحسرت المرأة تحت زعامتهما في أدوارها التقليدية ثم تطور الخطاب المتعلق بالمرأة داخل التنظيم على يد يوسف العيري مؤسس فرع التنظيم بسعودية فقام بإصدار مجموعة من الكتب تدور حول أدوارها ركز من خلالها على ضرورة ادخال النساء في الأدوار اللوجستية كما أجاز قيام المرأة بالعمليات الانتحارية عندما دافع عن حواء براييف الشيشانية واعتبرها شهيدة بعدما قامت بتفجير نفسها بالقوات الروسية وتحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي انتقل دور المرأة للممارسة فنفذت العمليات الانتحارية وقامت ساجدة أريشاوي في 9 نوفمبر 2005 بمحاولة تفجير نفسها بفندق في عمان وبعد وفاة الزرقاوي في 2006 تولى أبو عمر البغدادي وتم تأسيس أول كتيبة للانتحاريات عام 2008 على يد أحد زوجات زعماء تنظيم وتدعى أم سلمة في شمال العراق وتعتبر أول الكتائب الانتحارية في العراق كتيبة الخنساء في يوليو 2014 أعلن تنظيم داعش عن إنشاء أول لواء نسائي خاص باسم كتيبة الخنساء وتمثلت وظائف الكتيبة في مجالات الدعوة والتعليم والأمن والشرطة فقامت بمراقبة النساء ومتبعتهن ومحاسبة الخارجات منهن عن تعليم الإسلام وانتشرت نساء الكتيبة في الشوارع وقمنا بمعاقبة غير الملتزمات باللباس الشرعي من أشهر نساء الكتيبة نادا القحتاني التي كلفت من قبل أمير التنظيم أبو بكر البغدادي بإنشاء فرع من النساء للتنظيم في ولاية الحسكة وأيضا إيمان الباغة الحاصلة على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية والتحقت بالتنظيم وبايعته في أكتوبر 2014 بعد أن تركت التدريس وقدمت استقالتها من الجامعة لتذهب لتنظيم وتشارك في تجنيد الفتيات ومحاولة استقطابهن الزينبيات كانت بداية ظهور الزينبيات في 21 ستمبر 2014 مع دخول الحوثي العاصمة اليمنية صنعاء وكانت المهمة الأولى للزينبيات استخباراتية ولوجستية وتتمثل في ترتيب المظاهرات وإمداد المتظاهرين بالطعام نشر الأفكار الحوثية في الأوساط النسائية ثم تم تكليفهم بعد ذلك بمهام تجسسية وتنفيذ العمليات الأمنية سواء تجنيد النساء أو اعتقالهن أو قمعهن أو تصفيتهن إن اقتدت الحاجة كما تم تدريبهن على الأعمال القتالية وكان أول عرض عسكري لكتائب الزينبيات عام 2017 وفق آخر الإحصائيات يبلغ عددهن خمس تلاف امرأة الأرامل السوداء وهو تنظيم تابع لبوكو حرام وكانت بدايته عندما اختطفت الجماعة 176 فتاة في 2014 واعتبرتهن مخزونا لعملياتها وفي نفس العام قامت أول فتاة بتفجير نفسها داخل السوق لتعلن عن بداية استخدام النساء في التفجيرات كما يتكون التنظيم من سيدات كانوا متزوجات سابقا من مقاتلين في الجماعة وتم قتلهم وبعد أن كانت الجماعة في السابق تحذر على النساء القيام بأدوار في الخطوط الأمامية أصبحت تستخدمهم الآن في العملات الانتحارية وتتركز تفجيرات النساء على الأسواق العامة والمدارس والمراكز الصحية نساء شباب المجاهدين الصومالية تقوم نساء الحركة بجمع التبرعات واتضح ذلك في قضية أمينة فرح علي وحوى محمد حسن التي أدنتهما الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة التأكد من دورهن في جمع الأموال من الجاليات الصومالية بأمريكا وإرسالها للتنظيم كذلك تقوم نساء الحركة بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المنشآت الحكومية والقوات الدولية بالصومال لمساعدتها للقيام بالعمليات العسكرية ومجابهة التحديدات ومنع الهجمات وتهريب الأسلحة ونقل المتفجرات والقيام بالعمليات الانتحارية ويظهر ذلك في انفجار يوليو 2019 والتي قام به امرأة كفيفة في مكتب عمضة العصمة وتبنته حركة الشباب تنظمات العنف النسائية لها عدة أدوار رئيسية إلى جانب تنفيذ العمليات تقوم بالإيواء وتسهيل اختباء وخدمة العناصر التنظيمية المطاردة الأمنية والعمل على نشر أفكار التنظيم وبثها في أوساط المجتمعات عبر مواقع الانترنت جمع التبرعات المالية للتنظيم ليحقق مخططاته